اشتركوا في القناة فلا صلة فيها نقصد هنا هاء الضمير لا صلة في هاء الضمير ما السبب إخواني الكرام كما مر معنا في لقاءات سابقة قلنا إن هاء الضمير المفرد الغائب المذكر إن جاءت متحركة بين متحركين ففيها الصلة هذه هي القاعدة فنصلها بواو إن كانت مضمومة ونصلها بياء إن كانت مكسورة إذن لاحظوا إلى هاء الضمير التي بين أيدينا تحمله لاحظوا فهذه الهاء متحركة مضمومة وسبقت بمتحرك اللام المضمومة لكن لاحظوا ما الحرف الذي جاء بعدها جاء بعدها اللام الساكنة اللام التعليم فإذن لا صلة فيها والسبب هو اختلال الشرط السبب هنا إخواني الكرام هو أن شرطها قد اختل فهي من المفترض أن تكون متحركة نعم بين متحركين فهنا جاء بعدها حرف ساكن وبالتالي لا صلة فيها فهذا هو التعليم فلا أحد يقول تحمله الملائكة فهذا لا يصح إنما تحمله الملائكة فلو سئلنا عن هذه الحالة لماذا لا يوجد فيها الصلة فنقول لاختلال شرط الصلة وهو أنه جاء بعدها الهاء بعد هاء الضمير جاء بعدها هاء حرف ساكن نعم بهذا الشكل شكرا